السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهاردة هنتكلم على نبات السجات او نبات الكرنس من افضل النباتات اول حاجة النبات دائم يعني بيفضل طول العام هو طبعا من هي طبعا شجرة عشبية معمرة دائمة الخضر بتفضل طول العام تقدر ان انت تزرعها في سقيس تقدر ان انت تحطها في البلكونة طولها بيوصل لحوالي من 60 ل 75 سنتي احسن حاجة في الشجرة دي او النباتة دي انها الورق بتاعها ذات نفسه فيه الوان كتير جدا يعني فيه كزلون فيه اصفر فيه احمر فيه يعني جميع الوان فانت تزرعها بيكون شكلها جميل جدا فبالعنابها ايه العنابها طبعا هي بتفضل الايش تفضل ان انت تحطها فيه مكان فيه اضاءة بس اضاءة خفيفة شمس خفيفة يعني ممكن مثلا تلت ساعات شمس اول حاجة الاضاءة تلت ساعات شمس بس في اليوم على فكرة الشمس بتغير لون شكل الورقة يعني بتختلف بالنسبة للراي طبعا احنا بنسقيها كل يوم في الصيف في الشتة كل تلت اربح ايام بالنسبة للشتة عشان بس ادي حاجة بسيطة الشتة جمع ناس كتير جدا بتقول النبات ده بيموت عندي في الشتة ليه لانه هو من البرد فانا بنصر ان انت لما تيجي الشتة عندك ويكون النبتة دي عندك نبتة السجات وحطها في اه حطها حطولها سمات بلدي سمات بلدي اللي هو بتاع سمات الطيور ده بيدفيها وكمان بيقويها على السقيع وكده بالنسبة للراي اهم حاجة تخلي التربة رطبة بتاعتها طول الوقت يعني تخلي التربة رطبة بتاعتها طول الوقت على فكرة النبات ده عامل زي نبات الاكاليفيا الاكاليفيا دي تنبات خارجي وده برضو نبات خارجي بس ديك هتبنتوصل لشجرة وبتحمل الحرارة طب ايه كمان بالنسبة ليه الامراض ممكن يجي لها امراض الباق دي او التريبس او المنت ده بيكون بسبب كسرة الرطوبة وقلت التهويه فانت بتعمل لها ايه تحط لها مبيت حشري اسمه فتاك واحد تمام او ترشها بشطة يعني جيب لك شطة كنحارة وترشها بها تغسل بها النبات عشان لو عندك اطفال او حاجة ما يتأثر تقدر ان انت تحطها في البلكونة تقدر ان انت تحطها باي مكان فيه شمس ثلاث اربح ساعات شمس بالنسبة للزراعة بتاعتها سهلة جدا تقدر ان انت تشتير البزر بتاعتها اولاين وده بتتزرع في اربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وغير كده تقدر انت تقص منها لو عند صديقك او صاحبك النبات تقدر تقص منه وتحطه في المية لمدة اربعة خمس سيام هيبدأ ان هو يجزر ويبدأ ان انت تنقله في التربة فده نبات سهل جدا والعنابيه سهل جدا لو حصل نبات السجاد طبعا بالنسبة لي لو متزودلوش مية عشان التربة متعفنش الجزور متعفنش متنساش تدعمنا باللايك والشير وشارك وكل جديد ان شاء الله واي سؤال تسجله في كماندي تحتك السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة